السلام حبيبتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير بقي لي تقريبا أسبوعين على الولادة التاعي إن شاء الله إذا كملت هذه الأسبوعين رأني حاسة ما قدرش نزيت نكملهم وجهست الحقيبة التاعي للمستشفى للمصلحة الأمومة لما تغنتي جهست الحقيبة تاع البيبي عندها مدة طويلة ما اللي جهستها كانوا فقط تخصني بعض الأمور الصغيرة هكذا اللي خلاص زدتها ورح نحكيكم على كل شي اليوم رح نوريكم كل شي اليوم يعني الفيديو ما رحش تكون طويلة بزيف لأنه كنت حكيتكم بالتفصيل على لوازم البيبي بالنسبة للملابس أو للنظافة أو التغذية إلى خيره ممكن تشوفوا الحلقات السابقة لحبت لكم الروابيوت في صندوق الوصف ولكن اليوم رح نحكيكم على الأشياء اللي رح ناخدها معايا لأنه هنا في بلجيكا إذا كانت ولادة طبيعية أربعة ليالي أربعة أيام في المشفى وإذا كانت ولادة قيصرية فممكن المدة تتراوح بين خمس إلى سبعة أيام على حسب بالنسبة للمنتي سيرين كانت تبقيتها نهاية ثلاث أيام فقط لأنه الطبيب التاعي المختص الشاف بلي ما فيش داعي نبقى يوم أو ليلة زيادة لأنه كل شي كان على ما يرام الحمد لله الآن أنا جهزت على حساب خمسة أيام معرفناش إذا لزمتني حاجة أخرى أكيد إن شاء الله سنطلب من الزوج تاعي أن يجيبها لي فأول شي حضرتها أيضا هو حقيبة صغيرة ناخدها معايا إلى غرفة الولادة فيها الأشياء على البيبي لأنه البيبي بعد الولادة لازم يديروا له الملابس تاعي فأخديت حقيبة صغيرة كما هي هذه لكم شوفوا باش الزوج تاعي ميبقى حاير وميعرفش وميرتابكش في بعض الأحيان يكون مرتابكة وميعرفش وشي عطي للساشفة من باش تلبس البيبي فأحضرت له كل شي إذا أول شي رح ناخد بودي كما هذا طاع الشهر كما حكيت لكم عليهم كمام طاويلة ينقفل على جهة ومعها بيجامة بتاع القاطفة يعني شوية يخشينا ماش كما القطن لأنه البيبي يبرد كي يخرج من الرحمة الأم وهذه البغاسير يعني هذه الجيلة باش نضفي البيبي إن شاء الله بعدها أكيد لازم حفاظ أخذت أيضا تقم فيه بوني وفيه الجوارب وفيه هذه القفازات التي أعطي هذا بافوار هنا وأخذت أيضا هذه القفازات للبيبي كي نغطيها إن شاء الله هذه هي الأشياء التي أخذتها في غرفة الولادة سوف نأخذ أيضا الحقيبة الخاصة بها من بعدها لكن الآن سوف نأخذها البيبي في الأيام الأخرى أول شيء سوف نتحدث عن الملابس ما أخذت بالنسبة للملابس سوف نبدأ مع الملابس الداخلية هنا أخذت خمسة قطنية أكمام طويلة لأن هنا الجو في بلجيكا لا تعرفوا مين ترى البرد ومين ترى الحمال ولكن يكون عاد خارج كما قلت لكم برحمة أمم من الأفضل أن تضعوا أكمام طويلة حتى إذا كان الصيف فأخذت خمسة بودي وخذت بيجاما القطيفة بالنسبة للقطيفة أخذت أربعة مع الخامسة التي في غرفة الولادة وخذت ثلاثة تعقدين قليلا خفاف هذا في حالة ما إذا كانت الغرفة التاعفة حارة يعني تشعروا بحرارة لا تكون باردة لكي ينام مرتاح من الأحسن لا تكتروا لها وخذت سياق ثانية وخذت إذا أحتاجتها لبسها للبيبي أخذت أيضا بونيات واحد أخرى يعني بعد الاستحمام أو اليوم الخروج ومعهم أيضا الموفل والجوارب لا أتذكر أيضا ما أخذت قفازات أخذت ثلاثة واحد أخرين وبالنسبة للجوارب أخذت ثلاثة واحد أخرين ما أعرفنا يعني هذه أشياء صغيرة ما تأخذش مكان كثير واخذت التقم الخروج متكون من تي شيرت وهذا فوقه ومعه هذا اليوم الخروج نستمر مع الخروج سنخرج إن شاء الله في كومبي بيلوت كما هذه يعني لدخ القطنية ومن الخارج فرو حتى إذا كان الجو حار لازم ندفيها مليح لكي نخرجها ونجيبها للبيت لأن الجو في بلجيكا صراحة الأسبوع الماضي كنا 26 حتى 30 درجة ومعه اليوم أرى نها 7 درجة يعني ما تنجموش تفهم الجو كيف سيكون فمن الأحسن نأخذ احتياط تاعي بالنسبة للنوم بتاع البيبي خديت جيغوتوز كما هذه كنت استعملتها للسيرين وخديت أيضا هذه كوفيرتور ديمايوتاج هذه باش نقمط الطفل فيها صراحة هذه أول مرة نشريها وأول مرة رح نستعملها ما زل ما استعملتها شريت واحدة هديتها الأختي وأختي قالت لي عليها إيجابيات ما كانت بالنسبة لي شيء إيجابي وساعدت البيبي أنها تنام هذه مرة من القماطة التي تقمط الطفل التي لا تضغط لها على الأرجل فقط بالنسبة لليدين يعني الأرجل يكونوا مرتاحين فما يوقع لها لكساسيون تعلق الفخيضين يعني لا يوجد مشكلة لا يوجد خاطر على صحة الطفل والطفل يحس روحها مرتاحة أكثر وينام براحة أكثر وبسلام هذه أول مرة سوف نجربها كي نجربها سوف نحكي لكم عليها واش بنتي عجبتها أو ما عجبته إن شاء الله بعد أخذت أخذت هذه كاب دبان للإستحمام أخذت زوج لأنه إذا كانت شمخة بزاف فنأخذ ثانية لكي نشف الجسم ومعهم أكيد هذه القفاز لكي نمسح الجسم أخذت اثنين هذه القفازات للإستحمام أخذت بابور مهما أخذت مليح أظن أني أخذت عشرة على بابور هذه الحليب وأخذت أيضا اللهاية لاتيتين هذا شيء مهم لكي لا يعدبني لكي لا يعدبني لكي لا يعدبني أخذت معي الحقيبة هذه التي لها لوازم النظافة فيها قطن فيها أعواد قطنية للأنف والأدنين فيها سيغام فيزيولوجيك كما هكذا محلول هذا للتنظيف الأنف والعينين إلى آخره أخذت دي بابور مشوار هكذا إذا أحتاجتهم هنا حطيت الشامبو وجل استحمام نيفية أنا أخذ دائما فيها العلب الصغيرة لأنهم لا يأخذوا مكان كثير هذا حليب للتنظيف كريمة مرتبة من نيفية هنا لخمسة أيام ممكن تكفي هذه الحقيبة من فليبس كنت أخذتها في الفيديو السابقة لتنظيف الطفل في المشطة إلى آخره لتنظيف المشطة إلى آخره أخذت المصنوع بالزيت زيتون لتنظيف مؤخرة على الطفل لا نستعمل فقط ولكن نستعمل هذا حتى لا يأتي تهيج حميرا أخذت كريمات لترطيب المؤخرة على البيبي أخذت زيت أرجان طبيعي مئة بالمئة جبتها معي من المغرب لعمل مساج للبيبي وترطيب الجسم والشعر أخذت هذه البودرة اسمها سيكمبيل أسيد ساليسيليك مع لا غاز هذه تستعملهم في السرة لكي تنشف لها السرة والحبل السري يتخلص منها بسهولة بدون التهاب أو أي شيء تاني هذه عادة يعطوهم لكم في المشفى ولكن إذا لم أعطوكم ما من الأحسن أن تأخذوا لكم أخذت حفادات أنا أستعمل 2 إلى 5 كيلو نيوبورن يعني مولود جديد فيها 44 إذا لم أكفتني فأكيد سأتصل بالزوجة بالشديد منهم خذت الحليب اللي رح نستعمله إن شاء الله أنا استعملت هذه الماركة البنتي السيرين ولكن مشي ستاندار استعملت انتيريجورجتاسيون يجي شوية تبقيل ولكن من الأرواح ما يكون وهذا حليب مصنوع في هولندا يعني إذا خذتوه ممكن تاخدوه في الصيدليات هنا في بلجيكا ولكن الأحسن أنكم تاخدوه من المواقع الهولندية يجيبوه لكم البيت مجانا وسعر التاع أرخص بكثير من الصيدليات هنا في بلجيكا و اخذت أيضا هذا لنغضع بهم كما قلت لكم ناويه إن شاء الله سنقوم بها رضاعة مختلطة يعني نعطي الحليب الطبيعي أيضا ولكن في الليل سنمد هذا الإستناعي سنأخذ أيضا الغلاية الماء الماء المعدني و سنأخذ هذه الفرشات التي نطفو بها البيبران تاع البيبي هذا هو كل شيء بالنسبة للوازم البيبي سنمر الآن إلى اللوازم التي سنأخذها أنا معي سنمر الآن إلى حقيبتي أنا والتي ستذهب معي القاعة الولادة لغرفة الولادة هناك أشياء التي نحتاجها في هذا الوقت لغرفة الولادة مثل فستان للبيت لأن يكون فستان أحسن من أن تكون بيجاما لتسهيل العمل للطبيب والأخصائي و حتى العمل تكونوا مرتاحين أكثر فأخذت اثنين معهم يعني إذا كنت لا أعرف أخذت المهم أخذت اثنين لا أحسن نطاشي نسخها أو شيئا كما هكذا فأستطيع أن نغير أما بالنسبة للأيام الأخرى التي سنبقى فيها في المستشفى فأخذت ثلاثة بيجامات كما هكذا الذين يفتحون من القدام أو الذين سهلوا عمليات الرضاعة وإذا تسخ الملابس تسخت إلى أخرى وحتاجت ملابس أخرى فأكيد سنتطلب من الزوجة أنه يجيب لي معها أخذت أيضا ملابس داخلية بالنسبة للملابس أخذت أشياء مريحة أما بالنسبة للملابس الداخلية ففضلت أني أخذ أشياء التي تتكسل قليلا والتي تشد مليح المنشفى سوف تفهمني لأيكم لا تتحرك للمنشفى لأنه نعرف في هذه الفترة الدم يكون كثيرا من الأحسن تأخذوا حاجة التي تشد لكم مليح المنشفى أخذت أيضا حمالة صدر خاصة بالرضاعة والدبوستير وأخذت أيضا هذه القطعة الدائرية لحالة لا تتدي لكي الحليب لا يبقى سيل في الملابس الداخلية أخذت أيضا أخذت كما نقول نحن الشنغلة أنا لا أضعها في الشتاء لأنها تكون برد تلج والبرد في الدارة ولكن لا نريد الكثير لا نريد لا نريد لا نريد الكثير لا نريد الكثير وأكيد أخذت معها الجوارب في الجوارب أخذت واحدين خشان وخفاف على حسب درجة الحرارة التي ستكون أمك أخذت مناشف لأننا لدينا لا نريد مناشف للاستحمام في الغرفة لبعد الولادة إذا أريد أن نستحم فنأخذ مناشف أخذت 2 كبار للاستحمام وأخذت واحدة متوسطة للوجه وأخذت ثلاثة صغار كما هكذا للمنطقة الحساسة لأنه لازم تنشفوا المنطقة الحساسة التي تحكم بعد ما تغسلوا أخذت أكياس كما هذه هذه لنضع فيها الملابس المتسخة إذا أحتاجت أن نضعها فيها لكي الزوج التاعي يجيبها مع البيت لكي لا تخلي لي شرائحة في الملابس التاعية وفي الغرفة التاعية وزوج التاعي يخسلها ويعود أن يجيب لي لكي نحتاج أخذت مناديل كما هكذا بالنسبة للمناشف التي سنستعملها أنا أخذت هذه من كخفوق ولكن أكيد في المستشفى يمدوا ويعطونا المناشف ولكن إذا لم تساعدتني إذا لم تساعدت مليحة فيها سنجرب هذه لأنه بعد المشفى ستكون فترة طويلة وسأكيد لازمني ماناشف كما هذه فأخذت هذه من كخفوق لكي نجربها كتبين فيها ماكسي يعني امتصاص ماكسيمم وتاع الليل يعني طويلة سنجرب ونشوف لا نستطيع استعمل لكي نجرب لكي نجرب في هذه الفترة بالنسبة للملابس الداخلية كيف يفضلوا ملابس داخلية لديهم كالشبكة والتي أيضا جي طابل يعني ترموها بعد الاستعمال أنا منش من الناس اللي نفضل هذه الأنواع من الملابس الداخلية نفضل الملابس الداخلية اللي نخسلها يعني التاعي ونخسلها نعود لها الخسيل ولكن تكون مطاطية مليح وتشد مليح المنشافة بالنسبة للمحفظة اللي نخسل فيها الأشياء تاعي خليط هذه اللي ممكن نعلقها منا هناك أشياء اللي دائما نقلحها مثل مثلا القطع القطنية او اعواب القطن او دابابيس او الاستيك تاع الشعر باش نلمش او او هناك سنضع بعض الماكياج في الدقيقة الأخيرة من أجل الصورة العائلية وهناك سنضع او او عندي الاستحمام الليفة الاستحمام عندي جالدوش هذا من اخذت فقط العلبة الصغيرة اللي لا تأخذ مني مكان كثير واللي ممكن تستعملها لمدة 4 الى 5 ايام هذا جال الاستحمام من The Body Shop عندي هنا هذا جال انتيم يعني المنطقة الحساسة شامبو شامبون تاعي وهذا كونديشنر البلسم تاعي بعد الاستحمام اكيد سيكون فيه ترطيب سنرتب البشرة تاعي وهذه لترطيب الشفاء هذا مهم جدا لانه في قاعة الولادة انتداريكم طويل وتحسوا انه الفم تاعكم نشوف الشفاء تاعكم يبسط فما تنسوش هذا اللي ترتب الشفاء اخذت اخذت زيت 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 اللوز الطبيعي اللي انا نخسل به اللي ننزع به الماكياج تاعي واخذت معاه يعني الجال اللي دائما نستعمله الغاصولة على الوجه التاعي من The Body Shop وهذا التونيك ايضا من The Body Shop اللي تنظيف الوجه التاعي اخذت عطر وانا العطر دائما ندير هنا سواء في السفر او في الحقيبة التاعي يومية ندير العطور تاعي في هذه القارورات الصغار كما لكم تشوفوا اللي نقدر نملأهم اللي نملأهم كما هكذا ونأخذهم معايا مثلا هذه اللي نحط فيها جادور ديور وتانيا اسكادا مانيتيزم دودوران مشطل شعري دونتي فخيس ما يبقى عليها فقط غير نحط فرشة الاسنان وهنا عندي هذه الكريمة اللي حكيت لكم عليها لحرمة التدي اللي هي علاج تشققات هذو هما الأشياء اللي رح ناخدها كما قلت لكم ماكياج ناخد حاجة صغيرة فقط من أجل الصورة ما نحطش ماكياج كثير عادة حتى في اليوميا ما نحطش ماكياج كثير الآن بالنسبة باش نتلها شوية و باش نجيب الوقت اكيد سناخد شغجرة التلفون التاعي والهاتف التاعي ممكن تاخدوا كتاب باش تقربوا باش تفوتوا الوقت او ايباد على حسب انتم واش تستعملوا سناخد دبتي سناك يعني شوكولات أو دبتي بيسكويت أو حتى فاكهة إذا كنتوا من الناس ليفضلوا الفاكهة إلى آخره اكيد الزوج تاعي رح يجيب لي ان شاء الله إذا ربي يكتب الوليدة تاعي رح تكون هنا و ما تنساش هاد الأشياء و ما تنسوش حاجة مهمة هي الوثائق تاعكم الرسمية مثل بطاقة تاعكم تاع بطاقة التعريف الدفتر العائلي الدفتر تاعكم تاع الأم اللي فيه كل شيء على مراحل تطور الجنين تاعكم إلى آخره و ما تنسوش أيضا البطاقة تاعكم تاع التأمين الصحي وتاع زمرة الدم هادو ما تنسوهمش دايما نخدوهم معاكم وخدوا معاكم بعض القطع النقدية إذا بغيتوا تشروا حاجة مثلا في المستشفى في هادوك لديستخيبيوتور انسي جميل ما نقدرش ببالك تحتاجوها إن شاء الله يا ربي نكون ما نسيتوالو إذا نسيتكاش حاجة تكتبوها لي فيه في التعليقات و إذا بغيتوا تحمل القائمة أكيد رح تكون جاهزة للتحميل في صندوق الوصف الرابط معلكم غير تضغطوا طلبوا لي ربي لبنات مبقى ليش بزيف بقى لي يا ربي هذا أسبوعين على الولادة التاعي واني حسب اللي ما رحش نكمل هاد الأسبوعين نسلم عليكم بزيف و إن شاء الله يا ربي يسهل ولادة كل المقبلات على الولادة و اللي ما زال إن شاء الله ندعيكم من كل القلب و رح نتفكركم إن شاء الله بكي نكون في فقطاولة الولادة إلى اللقاء في حلقة قادمة موسيقى موسيقى موسيقى